بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الأشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته العودة محمودة إن شاء الله لأبنائنا لمقاعد الدراسة ربي يوفقهم إن شاء الله ويجعل ذريتنا صالحة في خلقين حسن وخلقين حسن نبدأ الآن مع كتاب المدرسي لسنة الرابعة ابتدائي في اللغة الفرنسية لن اشتركوا في القناة حتى يصع الكم كل جدد بسم الله سیکنسة 1 أنت في مو تتح opera الس الله أنت понятно de salutation dits par les quatre amis quels sont les mots de salutation dits par les quatre amis مهيه كلمات de salutation كلمات التحية التي قيلت من طرف الأصدقاء الأربعة أنا les amis أصدقاء نقرأ مع بعض الديالوج ونعرف كون هما الأصدقاء الأربعة هنا هاد الديالوج راهو كين جمعة صورتين دوز ايماج دو فوتو هنا صورة الأولى وصورة ثانية وفيها لبول هادوما هاد لبول يعني الحاديث اللي جرى بين الأصدقاء والحوار الذي يعني قيل فيما بينه نبدو ياسين ياسين bonjour ياسين هولك ياسين قال bonjour صباح الخير لنا هاي لنا لبساء الغرز لنا سالو 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 يعني سلام أميرا أميرا سي كي سي كي من هذا سي كي ياسين أجابها bonjour أنا أجابها قريب لنا قريب لنا ماسينيسا هذا التلميذ هذا اسمه ماسينيسا ماسينيسا bonjour ياسين هولك قالنا ماسينيسا bonjour ياسين moi ماسينيسا 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 يسين ماذا يجابه يسين؟ سالو مرحبا سالو لنا ماشينيسا اتا نامي دنطر قارطي ماشينيسا اتا نامي دنطر قارطي ماشينيسا هو Another شوان امي؟ صديق هو صديق من حينا كارتي هو الحي ونطر يعني هذا الحي تعنا نطر كارتي يعني حينا واسي أميرة هذه أميرة إن وزين جزنا كلمة جديدة إن وزين وشيها لفوزين هي جارة جارتي إن وزين هي جارتي يفو پا كنفاند بين وزين 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 الوزين هو الجار الوزين هي الجارة الوزين هو القريب الوزين هي القريب يعني تكولي قريبتي أميرة بونجور ياسين توابت او؟ صباح الخير ياسين أين تسكن؟ ياسين أجابها فقال جابت دان لاميزان روج الألوان أيضا لازم تعلموهم جابت دان لاميزان روج لابا لابا هناك أسكنوا في المنزل الأحمر هناك لابا ياسين أو c'est l'heure du match ياسين قال أو إنه موعد لعب بالكورة يعني حيدير un match au revoir إلى اللقاء ما سينيسا؟ au revoir ياسين إلى اللقاء ياسين au revoir ياسين لنا أبينتو أبينتو يعني إلى الملتقى أبينتو ريكوت لديالوغ يسين إكوته يعني إستاميح ريكوت يعني إستاميح مرة تنخرة لها دل حيوار لديالوغ هو الحيوار إستاميح مرة تنخرة لل حيوار puis répond ثم أجب كمان سابل لكاتر أمي؟ كمان سابل لكاتر أمي؟ كيف يسمى الأصدقاء الأربعة؟ ساميح إحنا في لديالوغ لسرع ما كشهر اسم ساميح إذن لا يوجد ساميح ما سينيسا؟ نعم يوجد ما سينيسا؟ مجيد مجيد لا يوجد ما جيد ياسين يوجد ياسين أميح 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 كين لينة كين لينة؟ إذن الأصدقاء الأربعة شكونا هما الأصدقاء الأربعة لكاتر أمي ساميح سينيسا ياسين أميح ولينا إحنا فقط نجاوه على هذا السؤال أميح 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 أبيانتو إلى الملتقى إذن نكمل الثماني ثاني غيكوا تنكور لديالوج استمع إليه مرة أخرى مع صديقة مع صديقة أو صديقك إسادة إرسεις يوسع إعنى الثماني trماني أميح احنا الإجابة وري�도 إذن إ tobانيح أم يظر حسنا هذا حسنا صديقة أو عيا ولينا احنا نجول الناس قلك ما سينيسا اتانامي دو نتر كارتي أنامي صديق إذن هذه هي الصحيحة وهذه خاطئة ما هو شجره ما سينيسا اتانامي دو لنا ما سينيسا صديقو لنا أميرا اتون كوزين قريبة ولا اون وزين جارة أميرا اتون كوزين دو لنا ولا أميرا اتون وزين دو لنا جول النص قال لك أميرا واسي أميرا إن وزين أميرا جرتنا إذن أميرا ستون وزين مراهيش إن كوزين مراهيش قريبة رهي وزين جارا ياسين يسين هذا هو كامراد صديق صديق القسم يسين هذا هو كامراد يسين قريب دولينا إذن ياسين وشنقول لحنا ياسين وشقال هنا الفوق جسو ياسين لكوزين دولينا هو كوزين يعني قريب لينة إذن ما راهوش كامراد صاق أنامي يعني كامراد بلتو راهو كوزين مانتنون جو لديالوج عفكتي كامراد والآن حاول أن تلعب هذا النص مع أصدقائك وهذا النص اللي حلو كان في البيت التلمير يقراه ويعاود ويدير يلعب مع الوليدة تعوه لا عنده أخته ولا أخه كل واحد أخت تعوه كل واحد يأخذ أنغول ويقره ويتبادله أحيانا لأنها كلمة بسيطة وصغيرة يتعود عليها يقراها يقراها يقول لكي يشوفها يعرف كاش ينطقها بسهولة إذن طلقوا إلى الصفحة رقم 15 جسبر تكون تبعان إذن جدكوفر للمو اكتشف الكلمات لي بوي إكري لفخاز كمبلت اقرأ لي اقرأ ثم اكتب الجملة كاملة هنا بارك انا في هذا الكتاب في الكتاب النشاطات كي بدون أعطو لكم هاد كنسين هاد كنسين لازم تفهمهم وعليه لأنه في التمارين يقول لك كولوري لابون غيبانس يعني لون الإجابة صحيحة كولوري يقول لك سولين طالعا كزم لابون غيبانس يعني سطر على الإجابة صحيحة لازم تعرف كيف يجوب أسكو تسطر ولا توحيط ولا تلون ولا تكوش داكور يعني لازم تفهمهم جوروكوبي يعني أحيانا تعطيك جملة الأستاذ تقول لك جوروكوبي يعني نقل نقل هذه الكلمة لذيك الجملة التي تتالف جوروكو يعني أحيط مثلا تقول لك جوروكو لابون غيبانس هذه تحب بزاف الأسئلة كيكونوا نصص وأسئلة حول النص جوروكو يعني نحيط جوروكو أكتب تقول لك إكري إني فراز إكري أمو يعني إكري تكتبو أكتبو جورو لي هذه أيضا جورو لي يعني نربط نربط بين الكلمات والربط أحيان بين المراد فهذا ببنظة دات سأدبون شكل سؤال حول جورو جورو يقول جورو جورو كمبلة الكلمة وتقول أكمل أكمل الإجابة جورو جورو لابون هذه الأستاذة تقول لكم كيحب واحد يجاوب إلا لابون ما يجاوب شعلا يعني ما جوج بدون ما ترفتوا الأيدي تعكم جولي أقرأ جيكوت أستامع كيما هندو كيكونا بزاف يقولك إكوت puis غيпон جيكوت أستامع جورو أرى أنظر داكو هذو لازم يفهمهم التلميذ إذن لي كيما قلنا أقرأ puis إكري لفخاز كمبلة ثم أكتبو أكتب الجملة الأفخاز هالجملة كاملة ياسين هذا واسمه ياسين وهذه جديدة واسمها تانينا هذه واسمها تانينا إذن كي نزوج كلمات لازم تتعلمهم قلنا هو القريب قريب تاك يكون لك القريب يقدر يكون الكوزين دا وليد عمك وليد خالك يقدر يكون وليد خالتك وليد عمتك يعني قريب ولدي بسحي يكون كوزين يكون هل يكون كوزين هي القريب تقدر تكون بنت خالتك بنت عمتك بنت خالك تكون طفلة قريبة كوزين إذن ياسين وش يقول يسوي يسوي كوزين أو يسوي كوزين ياسين يقول يسوي كوزين أنا قريب ولينا أنا هنا في هذا الفارغ تكتب سمحوا لي ما يشنكتب سيئلة الزقال أنا الكتاب تقول ابن تعي ما زال ما داروش هذا الدرس تتانينا واشا يتقول تانينا طفلة تقول جسوي لكوزين دولينا أنا قريبة دولينا جسوي لكوزين بما أنها طفلة تقول جسوي لكوزين أنا قريبة دولينا يعني لكوزين ما يشتكتبين وقل كتبين انسي نحن بدنا محيحة جسوي لكوزين دولينا هذي لكوزين القريبة هي اللي نكتبوها هنا كمplete دون تانكاية الفراز بار أكمل في كوراسيكا الكلمات ب ل ولا إذن لن ديروها الولد ولن ديروها البنت داكو الفتاة إذن سي أميرة أميرة بنت نقول سي أميرة لا وزين دولينا هذه أميرة طفلة سين دير لا لا وزين دولينا قريبة لنا سي نادير نادير ولد نادير ولد ندير لولو لن ديرولها للذكر ولا نديرونها البنت ولا الفتاة هذي مؤنثة وهذا مذكر سي نادير نادير ولد إذن ل لكوزن دينا لكوزن نادير واقاريبو دينا بي ليد لديالوج أقرأ لديالوج كان لديالوج سرابين هاد الاصديقاء واسي ماجيد هذا ماجيد أنا زنا واحد جديد اسمه ماجيد واسي ماجيد أنا ميد تانينا هذا ماجيد وصديق هدي تانينا أصديقاء وش قال ماجيد بونجور بونجور حنا عندنا أنامي وإنامي نفس الشي هادو أنامي هو صديق زميل نفس الشي مرادف إنامي هي صديقة زميلة صديقة أنامي صديق إنامي تشوفوا هنا ما كاشل أ وهنا ما كاشل يعني أنامي صديق هنا دلنا الأ إن ديرها المؤنف أنامي زيد أوتع التأنيف أنامي حاجة مؤنف حاجة مؤنف والحاجة مؤنف إن في 5 إن في يا ہا في ف Tack إن في فات فات إن إن أكتف إن هي إن إن يعني إن في فتات نكتب هنا فتاة ولد هو القسم هو تمارين سهل بسيط جدا هو الحي هذه الكلمات التلمير لازم يتعلمهم ويحفظهم نقول لحفظهم لماذا؟ لأنه لازم يكتسب لازم يتعلم دائما كلمات كلمات يحفظهم بشي قلوم يحاول أن يستعملهم في الحياة اليومية إذن الكارتي 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 هو الحي الكارتي التعي كبير الكارتي التعي صغير الكارتي التعي جاي قريب على المدرس يعني الكارتي الحي المعلمة 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 هو تمانيسا اللي قدر تمليد التلميذ يكملوا واحده إن تخوس إن تخوس هي مقلامة إن أنا هنا ما نكمش بسك ما يكفي نيش ما لحاول إن تخوس قطلكم الكيتاب تال إبنتان عودنا محيكو لشدركا لتوني نشاري واحد باش نعود ندلكم بسيالا فوقو سمحولي برك يعني نشاري نشاري ب costume ق Pelاء fondiin نشاري بكم المعلمة المعلمة نخحت في بشقي المعلمة المعلمة إن تخوس финالwarming َ هنا شاهدت هنا يكون واضح ايضا عندكم اصئلة طرحها لي اذا كان حبيت دروس كتاب نحلو الثامنية التاعو ما عندكم إلا ترسلوني إذا نحصل الى ديالغ بـ 1 و 1 نفس الشيكين و 1 و 1 ندروها للمذكر و 1 ندروها للمؤنث 1 1 1 1 1 و لا 1 لطفلة ماجيد سي ماجيد وشقل هنا كينا نديالغ بين ماجيد ياسين و تانينا ماجيد سي ياسين سي ياسين إنه ياسين قالوا ياسين ولد نقول إن لا لا ولد نقول إن مضطر ياسين ولد سنكون نكتب هنا إنه ياسين صديق ياسين صباح الخير ماجيد ماذا قال تانينا وهذه تانينا تانينا طفلة نقولها إن صديقة حي صديقة في الحي هي صديقة عنده في الحي إذاً إذاً هنا وصلنا إلى نهاية هذا الدرس نتمنى أن نكون سهلت لكم بسطت لكم مشرحت لكم سمحولي بك لأني ما كتبت فقو لأني تالي ابنتي دوك نعود نمحي كلش الدرس مازال ما داروه لتانيش في الكتاب ونحلكم بسيالة فوقو إذاً إذا حبيتوا يوصلكم كل جديد نرجو أنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس إلى إلى يومي غديم بإذن الله نترككم في عائلة الله وحيوه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته